موسيقى فأصبحت الأمور زادت عن حدها زادت عن حدها أنا أتكلم عن وأخاطب العالم كله وأخاطب من خاصة من يعني يقومون بهذه الأعمال ماذا سوف نستفيد ماذا سوف تستفيدون عندما تظلمون وتقتلون وتسفكون الدماء وتقتلون الأبرياء ماذا سوف تستفيدون ماذا سوف تستفيدون ما هو يعني المقابل أنكم سوف تأخذون ماذا تأخذون هذا الكون كله وبعد ذلك ماذا سوف يحدث سوف نموت جميعا ماذا أخذنا أخذنا إلا الذنوب والخطايا والكبائر وقتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلا إلا بالحق الله سبحانه وتعالى قالها في القرآن الكريم في سورة الفرقان وذكر النفس وذكر تكريم النفس في عدة صور ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله مولانا عظيم فأرجوكم يعني جميعا وآسف إذا ما كنت قد فعلت وأن أتكلم لأنني أتكلم من قلبي أريد أن أصل هذه الرسالة إلى أولئك البشر الذين يعني يتصورون أنهم بشر والذين يعني يقولون أننا نحن بشر الله خلقنا لكي الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعث لأتمم كريم الأخلاق خلقنا للتراحم للعبادة وللتراحم وللتأخي وللتضامن ولعمل الخير ولعمل الأشياء الطيبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي ضمائركم أنتم كذلك ماذا سوف تستفيدون؟ ماذا سوف تستفيدون؟ ما نهاية هذا؟ ما هي النهاية؟ وصلت الدرجة إلى قتل الأطفال الأطفال سلت تقتل الأطفال نقتل الأطفال بأي داعي بأي سبب أين يعني النبل في ذلك النبل في ذلك الفارس نقول الفارس النبيل تعلمنا دونكي شوت ديلا منشا وقرأنا عدة روايات من الأداب في العالم أجمع أدب العربي الأدب الفرنسي الأدب الإنجليزي الأدب الإسباني الأدب الروسي إلى غير ذلك أين أخلاق الفارس النبيل؟ عندما أقتل طفلا أين أخلاق الفارس النبيل؟ عندما أقتل إمرأة عندما أقتل أبرياء عندما أقتل المواطنين يعني المسالمين الذين ليسوا محاربين ليسوا يعني في الجندية ليسوا جنود ليسوا محاربين إنما هم مواطنون مسالمون ليس من حقي أن أفعل ذلك وإن فعلت ذلك هل أنا سوف أكون يعني فرح بما أفعل كذلك الحيوانات لا أؤذي الحيوانات أين أخلاق الفارس النبيل في كل ما يفعل في كل ما نشاهد لي حق أأخذه بالقانون وبالحق وبما يرضي الله سبحانه وتعالى ليس بالقتل وأتجاوز في حقي لكي نعيش بسلام لن نأخذ معنا للأرض ولا الثروات ولا الممتلكات ولا يعني ماذا أقول لن نأخذ معنا شيء ليس لا نملك شيء نحن لا نملك حتى جسمنا الذي هو روحنا توجد في ذلك الجسم لا نملكه ليس لا ليس يعني ملكنا هو ملك الله سبحانه وتعالى نحن خلقنا من الله سبحانه وتعالى وسنعود إلى الله من الله وإلى الله من هو إليه أمانة نحن أمانة في الدنيا وسوف نعود عند الله جميع الأديان تعترفوا بهذا جميع الرسالات السماوية جميع الأديان كفا أرجوكم أنا أخاطبكم يعني كأخ كإنسان يحب لكم الخير لا أريد شيئا من هذه الدنيا أنا أعلم أنني سوف أنتهي في يوم من الأيام ولا أريد حتى ربحا حتى من اليوتيوب لا أريد ذلك الربح أنا متنازل عنه ربحي عند الله ومع الله سبحانه وتعالى ويا قوم لا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يجزيني وسوف يجزي الجميع بما يستحق لا أريد شيئا ما كل ما أريده هو أن أراكم بخير جميعا جميع جميع الخلق جميع الطوائف في العالم نحن نحترم جميع الأديان ونحترم جميع الشعوب كل شعب نحترمه فوق رأسنا ونحبه والله سبحانه وتعالى فرض علينا هذا فلماذا الكراهية ولماذا المقتل ولماذا الحسد والبغض وتلك الحسيس المشاعر التي تنفجر بماذا بالظلم وبالقتل بالقتل آخر مدى أقصى مدى في الظلم أو في الكراهية هو القتل عندما أكرهك سوف يعني أحاول أن أوقع بك بشتى الطرق والوسائل وأنصب لك الفخاخ وعندما لا أستطيعني لمن كفف الآخر سوف يكون التفكير سوف يذهب إلى ذلك ماذا سوف أستفيد ما الذي سوف أستفده عندما سوف أقتله أقتل نفسا بريئة ماذا سوف أستفيد سوف أأخذ ذنبا سوف أأخذ ذنبا أرجوكم أحبتي في الله أرجوكم إخوانا كراما أخواتا كرماتا كيفما كان من تماؤكم الديني وكيفما كان اعتقادكم أنا أحترم الجميع ولا أتدخل في اعتقادي أي أحد ولا أفرد على أحد أي شيء إنما يا رسالة أحببت أن أوصلها لكم أرجوكم يعني أرجوكم أن يعني تحسوا بما أحس بها أن تقدروه هذا الإحساس وهذه وهذه الرسالة التي أردت أن أوصلها لكم ويعني بكل محبة وبكل أخوة لكم جميعا كفى ولنوقف هذه المهزلة أو هذه المهازل التي تجري في العالم في جميع دول العالم كفى حروبا كفى قتلا كفى سفكا للدماء كفى ظلما كفى اعتداء كفى 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 بالله عليكم كفى لن نخلد في هذه الدنيا ولنأخذ العبرة مما قد سبقنا من البشر ممن كانوا أكثر قوة وأكثر نفرا من فرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلتوصر أجراها الله سبحانه وتعالى من فوقه وأغرقه وقد بعث يعني له عن طريق سيدنا مساعدة آيات لكي يرجع لكي يتراجع لكي يعود إلى رشده كما نقول لكنه لم ينصع ولم يتعذ ولم يتعلم الدرس كانت النهاية أنه غرق وانتهى الأمر لم يأخذ معه شيء أرجو أن تكون هذه الرسالة قد وصلت إليكم أتمنى لكم كل الخير أتمنى لكم الهدايا أتمنى لكم الله سبحانه وتعالى يهدي قلوبكم ونفوسكم وإياي معكم إلى ما يحبه وارضاه اختموا كلامي بأعظم كلام بأجمل كلام بأحلى كلام كما فتتحته من سورة إبراهيم من كتاب رب العالمين بعد عوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قودي الأمر وقال الشيطان لما قودي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ويتكلم عن نفسه فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل به من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم أرجو أن تكون يعني هذه الآيات تهز فيكم أشياء يعني في أحاسسكم لأن هذا كلام الله ليس كلامي الشيطان هنا يتبرأ من الإنسان الذي كفر والذي ظلم والذي أذى والذي اعتدى والذي تجرأ على الله سبحانه وتعالى باقتراف الكبائر والله سبحانه وتعالى يقفل الزنوب جميعا لكن القتل لا تسر إلى القتل لا تسر إلى القتل فهي الروح عزيزة عند الله إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم مسك الختام لا إله إلا الله سبت منصفه القتل وحي داري those